أهلا بكم معنا من جديد تخوض كل من الولايات المتحدة والصين صراعات كثيرة في العلن تخص المجال الاقتصادي والتكنولوجي وحتى تسلح العسكري لكن يبدو أن دولتين تخوضان في الخفاء سباقا أكثر احتداما وحساسية هو سباق التجسس فالصين التي تسعى إلى قلب النظام الدولي رأسا على عقب أصبحت تعتمد بشدة على أجهزتها الاستخباراتية للقيام بذلك نقلا عن مسؤولين أمريكيين أكدت صحيفة وولد سريت جورنال أن بعض المواطنين الصينيين تمكنوا من التسلل إلى قواعد عسكرية حساسة في الولايات المتحدة في نحو مئة واقع التجسس حدثت خلال الأعوام القليلة الماضية وزارة الدفاع الأمريكية وخلال مراجعتها لهذه الحوادث كشفت أن التحركات الصينية كانت تهدف بالأساس إلى اختبار الممارسات الأمنية لواشنطن سواء في المنشآت العسكرية أو المواقع الفيدرالية الأخرى وتؤكد المصادر الأمريكية أن الأفراد المتسللين في هذه العمليات هم في الغالب مواطنون صينيون تم الضغط عليهم من قبل الحكومة الصينية للقيام بتجسس وفي إحدى العمليات الأخيرة حاول مواطنون صينيون زعموا أنهم سياح حاولوا تجاوز الحراس في منطقة فورت وين رايت بولاية ألاسكا حيث توجد قاعدة عسكرية ربما تتمركز على أو تركز على حرب القطب الشمالي وأكدوا أن لديهم حجزا في فندق تجاري بالمكان ونظرا إلى أنه لا يمكن متابعة معظم هذه الحوادث في الولايات المتحدة باعتبارها إلا باعتبارها تعديا على ممتلكات الغير فإن الحكومة الصينية لا تبالي بأولئك الذين يتم القبض عليهم رغم ذلك فإن بعض الحوادث الأخيرة أو الخطيرة الأخرى أثارت المخاوف لدى المسؤولين الأمريكيين حيث تم العثور فيها على مواطنين صينيين يلتقطون صورا للجيش الأمريكي ويستخدمون طائرات مسيرة لتعزيز جهود المراقبة وفي وقت يصف فيه المسؤولون الأمريكيون هذه الحوادث بأنها ربما تمثل تحديدا يتمثل في تجسس محتمل يؤكد المتحدث باسم السفارة الصينية بواشنطن أن تلك الوقائع ما هي إلا دعاءات وافتراءات سيئة النية لانقاش حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا مباشرة من واشنطن نرحب بسيد إسماعيل السوداني الخبير العسكري والاستراتيجي أهلا بك معنا في المشهد الليلة إذن إلى أي مدى يجب أخذ مواردة في وورد سريت جورنال على محمل جد هنا فيما يتعلق بالتجسس الصيني مساء الخير طبعا أهلا وسهلا أي فعاليات تجسس من قبل أي دولة ضد الولايات المتحدة يؤخذ على مجمل أو يكون على جدية أكثر من اللادم يعني تتخذ بعض الإجراءات لكن بعض الدول كالصين وروسيا تستخدم الثغرات في القانون الأمريكي من أجل اختبار إجراءات الأمنية حول القواعد العسكرية التي تحتوي بعض الأسرار التكنولوجية العسكرية وبعض المناطق بات الحساسية العالية كما ذكرت في موضوع تراس باسنج لو اللي هو قانون مرور الأشخاص في داخل مناطق غير مصرح بهم هذا القانون استخدم من قبل السواح الصينيين في بعض الحوادث التي ذكرت وهذا يعني القانون لا يعلى إلى مستوى التجسس أو الإدانة بالتجسس لهؤلاء الأشخاص وإنما فقط يتم التحقيق معهم بشكل موجز ثم إطلاق صراحهم أو إخراجهم خارج البلاد لذلك هي تعتبر حوادث ذات جدية عالية وتأخذ على محمل الجد من قبل الاستخبارات الأمريكية ومجمل الوكالات الاستخبارات الأمريكية ولكن تبقى هناك تقليل من شأن هذه من قبل خاصة البنتاجون لأن ذكرت المتحدثة باسم البنتاجون بأن هناك على أقل يوميا عشرات الآلاف من هكذا حوادث تحدث من قبل السواق يعني هناك إجراءات يعني حقيقة الدخول إلى القواعد الأمريكية يعني سهلة جدا ولذلك نعم نعم يعني سيد اسماعيل السوداني لا ترى أن هذه الأساليب تبدو بدائية بعض الشيء وكأنها أساليب ربما منتصف القرن الماضي يعني نتحدث عن سائحين يتم تجنيدهم كجواسيس خاصة ونحن الآن في عصر التكنولوجيا والذكاء الصناعي يعني ما تعليقك؟ يعني لا زال التجسس التقليدي هو أحد الأسس المهمة في الحصول على المعلومات كما تعلم أنه رغم أنه التجسس الألكتروني وصل إلى مرحلة لكن يبقى التأكد من صحة المعلومات يتطلب معلومات بشرية ومصادر بشرية ربما هناك الدول تعمل على بث معلومات ألكترونية يعني بشكل مقصود من أجل عمل يعني كما نقول إخفاء عملية ما أو العمل على يعني جعل الدولة المصدر للتجسس يعني تحاول أنه يعني عمل ميس أفرميشن يعني عملية عدم الطلاع على المعلومات أو تضليل بالضبط فلذلك يعني التأكد من هذه المعلومات يأتي عن طريق التجسس التقليدي أعتقد قبل فترة يعني هناك الكثير من العمليات التقليدية التي قامت بها الصين ضد الولايات المتحدة ويمكن نذكر في شهر فبراير الماضي ظهور البالون في سماء الولايات المتحدة متنقلا من ألاسكا إلى الأجواء الكندية ثم الدخول إلى يعني أجواء الولايات المتحدة مرورا ببعض المناطق الحساسة يعني يعتبر هذا من الأساليب التقليدية جدا ولكن أيضا يؤخذ على محمل الجد ويستخدم الأزال بكفاءة يعني دائما الصين عندما تدافع عن نفسها عندما تخرج معلومات كهذه تقول هي أنها هي أيضا الصين ضحية تجسس للولايات المتحدة يعني والولايات المتحدة تستعمل معها نفس الأساليب تقريبا يعني هنا هل يمكن أن تهاجم الولايات المتحدة الصين بينما تمارس هي نفس الممارسات يعني ما تعليقك هو طبعا عمليات التجسس أو الاستخبارات كما نصد يعني بالمصطلحات العسكرية لا يمكن أن تبنى استراتيجية في يعني طد يعني استراتيجية عسكرية أو استراتيجية على مستوى السوق في مستوى الدولة ما لم يكن هناك استخبارات موثوقة وهذه الاستخبارات الموثوقة يتم من خلال يعني جمع المعلومات المؤكدة والموثوقة عن طريق يعني وسائل المصادر المعروفة لكن يعني الولايات المتحدة أيضا تقوم بعمليات للتأكد من بعض المعلومات التي تصلها فلذلك عمليات التجسس ما بين البلدين هي واردة حتى في كافة المستويات السوقية العملياتية العسكرية وحتى التجارية هناك يعني أيضا إجراءات يعني مضادة للاستخبارات تقوم بها الدول سواء صين والولايات المتحدة فلذلك يعني محاولة يعني الصين الحصول على المعلومات وكذلك الولايات المتحدة سببها هناك يعني تنافس شديد ما بين البلدين في المجال العسكري في المجال التجاري في التكنولوجي في مجال حتى الفضاء فلذلك أنا أقول أنه هناك تنسيق ربما ما بين البلدين لكن هذه الفترة بالذات أو الفترات السابقة كانت تنسيق ما بين الصين والولايات المتحدة خاصة فيما يخص التبادل الاستخباري أو يعني عدم الحصول على الاستخبارات التجارية والتكنولوجية لم يصل إلى مستواف لذلك هناك عدم ثقة ما بين البلدين مما اضطر الولايات المتحدة والصين إلى القيام باستخبارات ما بين البلدين نشكرك جزيلا شكر على مشاركتك معنا في هذا نقاش من واشنطن سيد اسماعيل سوداني الخبير العسكري والاستراتيجي ترجمة نانسي قنقر